نعم زميني محمود سأذهب معك هذه الصور مباشرة التي تحدث الآن وعلى الهواء مباشرة أمام المجلس هناك احتكاك بسيط حصل منذ بعض الوقت بين مجموعات من المعتصمين الذين جاءوا من عدة مناطق المجموعات التي هنا الآن أمام مجلس النيابه لا تتعدى العشرات ولكن نشاهد أن حدث ما حصل أو طرأ بين هذه المجموعات مع بعضها البعض وهي جاءت في الأساس لكي تدعم النائبين الذين هما في الداخل البرلمان نجد أيضا من هذه الجهة استنفار لقوى العسكر والجيش اللبناني الذي أخذ الأهبة والاستعداد بعد أن كان هناك تراخي في الحالة الأمنية هنا المدخل الأساسي قوى كبيرة من الجيش ثم بعد ذلك إلى الساحة الداخلية للمجلس قرب هذا المسجد هذه المجموعات كان من المفترض أن يكون معي النائب في راس حمدان أنا سأبحث عنه في هذا الهرج والمرج الذي يحصل نحن سنبقى يعني ليس محمود هو خلاف ما بين المعتصمين وليس بين المعتصمين والأمن لا هو خلاف ما بين المعتصمين مع بعضهم البعض جمعات لربما يكون هناك النقطة ما حصلت أدت إلى هذا الخلاف لذلك نحن سنرى كيف ستحل يبدو أن الأمور الآن حلت لمجموعات تدخلت في الأساس وحلت هذه المشكلة سأذهب إلى النائب الذي كان من المفترض أن يكون معنا على الهواء هو مباشرة أعذرني نحن كنا سنبدأ معك ولكن الهرج والمرج الذي حصل ويبدو أنه موضوعي شو عم يصير هذا أشكال بسيط يصير بين حيالة اثنين يوم بأي دولة بالعالم أستاذ فراث البعض يقول يعني وصفنا نوعا ماذا الذي تقومون به داخل مجلس النياب في الجرسة يعني داخل مجلس النياب هو القيام بمصلاحياتنا الدستورية والقانونية بمخص المادي 75 وال74 اللي متعلقة اليوم بوضع مجلس النواب كهيئة ناغبة القيام بجلسات متتالية لحين انتخاب رئاس الجمهورية وهذا هو الدورنا الدستوري المناطبنا بهيك لحظة حساسة وتاريخية بتاريخ البلد بيظل اليوم الدولار 51 ألف بيظل انهيار اقتصادي على كل الصواعد بيظل انعدام اليوم للمواطن اللبناني بالتحمل هذه الأزمة الاقتصادية اللي صابت كل قطاعات استسفير عز البعض يقول أنه لربما جاءت متأخرة هذه الخطوة والبعض الآخر يقول أنها لا داعي لها إنما هي فقط إعلامية إعلانية أنتم هل تجدون أن لها هناك هدف سياسي يمكن أن تصل إليه؟ نحن أطلقنا بس خليني إذا لا تزعل مني بس خلي الكاميرا في المقرب الآخر بس خلي الصوت معي نعم نحن أطلقنا في أيلول المبادرة الرئاسية وهذه المبادرة الرئاسية كان هدفها انتاج جمهورية وفق معايير المواصفات أما اليوم هذه الخطوة هو خطوة مثل ما قلت بدون صلاحياتنا ومن ضمن مهامنا الدستورية والقنين وفق الدستور اللبناني طيب استسفى بدينا خلينا ناخد من الصور الحية الآن التي تحصل في الشارع البعض أيضا يقول أنكم لم تستطيعوا أن تحشدوا معكم ناس وأنتم يعني 13 من النواب التغييرين والدليل على ذلك هن عشرات الآن ونرى هذا المشهد هذا المشهد يعني كمان نحط المشهد بإطاره المشهد هو إشكال فردي بسيط بيصير بين حيالة اتنين بين أي شخصين نتيجة خلاف معين أوكي وبنتهي الأمور عند هذا المحل عند هذا طيب بالنسبة إلى العالم يعني بالأمس ليلا كنا هنا وهذه الليلة الثانية وكان هناك دعوات من قبل النواب يعني أنتم الذين يدخلون ويخرجون إلى القاعة العامة ويدعون الناس لأن تنزل إلى الشارع لتضم نحن نقوم بخطوة سورية العالم هي بتواكب لحالة والناس هي بتواكب لحالة فهذه المواكبة هي مواكبة لحقوقها ومواكبة لاستقامة العمل الديمقراطي وعمل المؤسسات في الدولة اللبنانية هذه الخطوة نقوم بها ضمن صلاحياتنا ضمن مسؤولياتنا كنواب لبنانيين أما الناس فهي نحن لم ندعي أحد على موضوعنا لتكون بالشارع بس الناس هي بتواكب عمل نواب التغييريين بإطار مصلاحياتنا ومسؤولياتنا تجاه البلد بشكل عام أستاذ حمدان بالنسبة إلى الداخل في الاعتصام أنتم بتضعون في مدة محددة أم ستبقوا الأمور مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس جمهوري؟ كل خطوة بخطوطة كل خطوة بخطوطة كل خطوة؟ كل خطوة بخطوطة اليوم نحن أطلقنا هذا التحرك داخل مجلس النواب هذه الخطوة التي من صلب مهامنا ومسؤولياتنا بنكون تحت خبة البرلمان بالهاية العامة بجلسات متتالية وأكيد سوف يتليها بعض الخطوات كنائب كيف قرأت دعوة رئيس مجلس النواب نبي برري في الأسبوع القادم إلى جلسة التشريعية وليس إلى جلسة الانتخاب الرئيس؟ البعض قال أن هذه ردة كانت عليكم كل جهة سياسية وكل حزب سياسي وكل شخص مسؤول بهذا البلد يمارس ضمن صلاحياته الأفعال أو التصرفات على أمل وهذا الشي طبيعي اليوم لما نكون في شغول بالرئاسة وعندنا شلل بالبلد الدعوة مفروضة تكون لجلسات متتالية مش أكيد لتأجيل دعوة لانتخابات بالنسبة للجلسة التشريعية أنتوا بستحضرون أو لا؟ أي جلسة الرئيس بري دعا إلى جلسة الأسبوع القادم نحن اليوم المجلس النواب هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية أما إجتماعات الليجان رحكم عم نحضر إجتماعات الليجان مثل ما كنا عم نحضر قبل بسكّين هنا لك أسبوع القادم جلسة تشريعية؟ لا أكيد هيدا جلسة غير دستورية لأننا نكون حاضرين فيها غير دستورية الجلسة تشريعية هيئة عامية أما اللجان واللجان المشتركة هي من ضمن العمل الداخلي وفق الأنظمة الداخلية لمجلس النواب وما لا أي صفة أو صبغة بعدم دستورية أو قانونية أستاذ حمدان عذرني إذا كان المشهد انقسم بينك وبين الشارع وهي وقعة الأمور نعم عزيزي محمود هذا هو الجو في الشارع وأيضا هذه التحركات التي تحصل جزء ناقص محمود فيما تعالى جزء هنا أمام المجلس وجزء في داخل المجلس في جزء ناقص وهو إلى أي حد هناك تأييد أو اعتراض أو انقسام على ما يقوم به هؤلاء النواب في داخل البرلمان من اعتصام محمود أسألك عن إذا كان هناك تأييد أو رفض أو حالة انقسام في الشارع كما ذكرنا حول ما يقوم به هؤلاء النواب في داخل البرلمان لو تسمعني محمود نعم نعم الآن أسبع جزء الأخير من السؤال التأييد أو عدم التأييد نعم مسألة منعكسة في الشارع اللبناني منهم من يرى أن هذه المسألة هي جيدة ويمكن أن يبنى عليها ولكن البعض الآخر يرى أن هذه المسألة بالسياسة لربما لن تؤدي إلى نتائج محسومة أو ملموسة على الأرض لأن الاعتصام هو موجه ضد من ضد أي قوى سياسية هل هو موجه ضد الذين يخرجون بعد الجلسة الأولى أو هو موجه ضد الذين لا يريدون أن يبقى مجلس النواب كجلسة مفتوحة دائما يعني في مشكلة بعملية توجيه هذا الاعتصام ثم بعد ذلك المشكلة الأكبر هي عملية التعاطف الشعبي وأيضا التعاطف النيابي مع النواب الذين هم في الداخل أما التعاطف الشعبي فأنت ترى يعني خلينا نذهب بالصورة الآن مع الزميل ماهر مرة أخرى نحن في قلب العاصمة بيروت في هذا الشارع الرئيسي الاعتصام هو اليوم الثاني يعني العشرات بين المواطنين من المفترض بحسب رأيه الذين يشرفون على هذا الاعتصام أو على هذه الفكرة أو على هذا الاعتكام أن يكون هنا الألاف الذين يؤيدونهم ولكن كما ترى وترى أيضا الاعتكاكات التي حصلت منذ بعض الوقت وعليه نحن أمام مشهدية كما هي في الشارع اللبناني وكما هو الخلاف بين منهم من هو مع ومنهم من هو ضد المعتصمون هل فقط يعني قاصرون على نواب التغيير كما أنت أشرت يعني أم ربما هناك من ينضم من تيارات أخرى عزيزي محمود هي وجوه نحن تعود عليها في السنوات الماضية في السنوات الثلاثة تحديدا جل المعتصمين هن من مجموعات من الثوار وجل أيضا الباقي هم جزء من الذين يتضامنون مع نواب وتحديدا مع نواب الثورة وإذا ذهبنا إلى المناطق نجد أن مجموعة من حوالي 30 إلى 40 قدموا من ترابلوس بالإضافة إلى مجموعة صغيرة قدمت من منطقة البقاء أما الجل الأكبر إذا تحدثنا عن اعتصامات أو اعتكافات أو إغلاق طرقات بالمعنى الكبير نجد أن المسألة هي لا تتعدى كما نشاهد العشرات من النائب لربما الآن في أحد النواب يريد أن يدخل لا أعلم من هو هذا النائب ولكن كما تشاهد الآن أيضا في المقلب الثاني عند المدخل النيابي بكاميرا الزمين كيف هو الاحتشاد أو الأمني الذي حصل ما أن وقعت المشكلة من حرس المجلس إلى وحدات من الجيش اللبناني تابعة لأفواج تدخل بالإضافة أيضا إلى عناصر طابعة لمنكافحة الشغب كانت القوى الأمنية هي قد ساندت منذ يوم أمس بسرايا من فوج المغوير تمركزت في داخل المجلس ولكن ما أن حصل هذا الإشكال حتى أيضا قامت القوى الأمنية بهذا التأهب خشة من أن يكون أن يدخل أحد من المعتصمين أو المتظاهرين إلى الداخل هنا الآن أحد النواب يريد أن يدخل نائب من منطقة جزيه يريد أراد ما يحدث ما يحدث على الأرض الآن وصل النياب اليس جرادة وما يجعله يفوت لجوه هو نياب البرلمان مفروض يكون جوه مين ما يجعله العسكر له ممنوع تفوت إذا كان لديهم غير مدخل رح يفوت فما منعرض بالنسبة للإشكال الذي حصله كنت أنت تابعي ما هو هذا الإشكال؟ هو شخص قاطع وقال كلمة وكانت مش بين السوار مثل ما قالوا أو المعتصمين شخص قاطع وصار في سوء تفاهم ونحلت هين ما صار شي زميلي في السيديو في دبي يسألني كيف هو نبض الشارع؟ بدي أسألك أنا مباشرة أين الناس؟ في نواب 13 من المفرد أن يكون الألاف الذين أوصلهم إلى الندوة البرلمانية أين هؤلاء الناس؟ نحن كمان عم نسأل هيدا السؤال اليوم في ناس نواب إجوا من الشعب انتخبوهم الشعب مفروض يكون المناصرين تابعهم على الأرض بس متل ما عم نشوف الكمال العالم اليوم بعد الوضع المعيشة بلبنان والتنقلات عم بيصير في صعوبة نزل متل ما عم نشوف هلأ النايب لياس جراضي لا يفوت ماشي على مجلس النواب إذا سمحت النائب لياس جراضي بس إذا سمحت ما عم بدفش خليني شوف بس النائب جراضي نحن هيدا الشي اللي بيكبرنا على البنا برأيكم هذه الخطوة التي تقومون بها وتحديدا من نواب الثورة هل هي بالسياسة هل هي بالسياسة ستؤدي إلى نتائج إيجابية نحن نقوم بما يملأ علينا ضميرنا ومسؤوليتنا الوطنية نحن جوة السؤال مش لاش نحن جوة نحن عم نستغرب لاش غيرنا برا إن كان بالقانون وإن كان بالدستور هو أن يكون انعقاد دائم لمجلس الدستور لمجلس النواب كذلك نحن نقول كل الأزمات اللي عم توجهنا بلبنان إن كانت بالاقتصاد بالسياسي بالقضاء بالأمن الاخرية مدخلها انتخاب رئاسي جمهورية من يعطل انتخاب رئاسي جمهورية يعطل قيامة الوطن يعطل لبنان لا يمكن إلا يكون هايك استاذ جعب نحن نعرف مين عبدو ينتخب مين عبدو يعتل انتو بتعرفه استاذ السؤال لكل الشعب اللبناني اللي انتخب نوابه انتخب نوابه مش مشان البرستيج انتخب نوابه مشان يقوم بيواجبهم الوطني تقولوا يا شبيب هيدا انتو بك تسألوا نوابكم شو عم بتعملوا استاذي ليس هل عنتم متضامنون صار الالتزام بالدستور والوطن اتهام فاذا هذا الاتهام فانا اكبر متهم واكبر مجرد شكرا هذا النائب جرادي هذا النائب جرادي الان هو في طريقه الى داخل المجلس للانضمام الى النائبين خلاف وايضا النائب عون